ودخل عند عائشة وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات تقول عائشة ووضع رأسه على صدري وأخذت وامسه وأرطه بيده لأنها أكرب وأظهر من يدي وتقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاوك فنزع يدها وقال لها لا تفعلي كان ذلك في المدة يعني الآن هذا وقت موت فعرفت أنه ميت تقول رضي الله عنها يقول والمسجد كان مليئا وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله فقال ما هذا الصوت قالت صوت الناس في المسجد يخافون عليك قال صبوا علي مان وصبوا عليه سبعة قرب من شدة الألم والمرض وحملوه إلى المنبر فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وسكت الناس وكشف عن وجهه فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف وقال يا أيها الناس بلغني أنكم خائفون علي أيها الناس موعدي معكم ليس هنا في الدنيا إنما موعدكم معي عند الحوم والله لك أني أنظر إليه من مقام هذا والله ما الفطر أخشى عليكم ولكن يخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم تما ضدحت عليهم وأن تهلككم تما أهلكتهم وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله فاختار الرفيق الأعلى فما فهم الصحابة شيئا من كلامه ففهم أبو بكر أنه يودع فقام أبو بكر والرسول يخطف وقال فتتك نفسي فديتك بأبي فديتك بأمي فديتك ببالي فديتك بكل ما أملك فأسكت الناس الصديق قالوا اسكت يا أبو بكر فغضب النبي قال دعوا لي صاحبي لا لكم ما لأبي بكر والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر فإنني لم أستطع أن أجازيه وإنني كركت جزاءه عن الله فتركوا لي صاحبي كل الأبواب تغلق إلا ذا أبو أبي بكر لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر فإن جزاءه عند الله جل وعلا أيها الناس من أخذت من ماله فهذا مالي ومن جلدت ظهره فهذا ظهري ومن مسست عرضه فهذا عرضي وقام عكاشه فقال أنا يا رسول الله قال وما ذاك قال إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني وإني أريد أن أقصص بك فرفع ثوبه على المنبر قال قم فخذ حقك مني فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل ولما أقبل على رسول الله انكب على مطر وظنه ومكى صلى الله على رسول الله ثم قال رسول الله ويحجب أيها الناس الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة يا أمة محمد هذه وصية رسولكم يا من دركتم الصلاة أسألكم بالناس خذواها وصياة من رسول الله قبل موت الله الله بالصلاة الله بالصلاة ثم قال الله الله في صلة أرحمكم الله الله في نسائكم ووصيكم بالنساء خيرا ووصيكم بالعنصار خيرا يا أيها الناس إنما أنا بشر لا تدروني كما أذرت النصارى المسيح من مره فإني لا أنفع ولا أذر ثم أخذ يرفع يده ويدعو آواكم الله نصركم الله حفظكم الله أيدكم الله ثبتكم الله رفعكم الله ثم قال أيها الناس اسمعوها أيها الناس قال بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة وعليك السلام يا رسول الله لقد بلغنا سلام وبلغتنا سبنتك ووصل إلينا هديك وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك صلى الله عليك يا رسول الله لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا نفديك بأرواحنا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد تقول عائشة فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال يا فاطمة كلاما ثم بكت ثم قربها فبغف ضحكت قال لها يا فاطمة في الأولى إنني أموت يا فاطمة وأنا أموت الآن وأنت أول من يلحق بي كانت آخر صلاة يصلها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم يوم إثنين ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم ثم أشارها يصلوا ولما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبريل عند مابه تقول عائشة استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام ثم قال إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك يقول فأذنت له تقول عائشة فعلمت أنه يخير دخل عليه ملك الموت فسلم قال السلام عليك يا محمد إن الله بعثني إليك وقال لي خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق أعلى وقالت عائشة سمعته يقول بأن الرفيق أعلى فقلت والله لا يختارنا والله لا يختارنا فقول عائشة فرفع يده يشير بسنابته لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فسقطت يده وثقل رأسه على سدي فعلمت أنه قد مات نقول فقلت وفتحت الباب وصرخت في المسجد مات رسول الله مات رسول الله فضج الناس بالبكام وأقبل إلى بابه فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال وصاحبه وحبيبه ونبيه وخليله مات يبك حي ومات يبك بيت أقول أبو بكر فخرجت فوجدت عمر يقول إن محمد ما مات إن محمد ذهب إلى ربي كما ذهب موس وسيعود من قال أن محمد قد مات لأقطعنا رأسه فدخل أبو بكر وقال اسكت يا عمر أبتان أنت ثم ترى قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله غسل أبو إن مات أو قتل فانقرنتم على أعقابكم ومن ينقل على عقبه فلن يضر الله شيئا وسينزلناه الشاكرين ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه فغسله الفضل والعباس وعلي قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول أنحن الأنبياء إذا متنا لا تخلع ثيابنا فغسلناه بثيابه قال وسمعته يقول أيضا نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا يقول فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته ثم صلينا عليه زرافاتا ووحدانا يقول أبو بكر سمعت رسول الله يقول ثم ضعوني على شفير القبر وصلوا عليه زرافاتا ووحدانا ثم تركوني فإن الله سوف يصلي علي وملائكته ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب وكل أرض تشرف أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت فاطمة والصحابة يحثون التراب على الرسول قالت وآه كربابتا إلى جبريل ننعاه وفي جنة الفردوس مأواه يا أصحاب محمد أطابت أنفسكم أن تحتوا ترابا على رسولكم اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعانى على نشره اللهم فقف له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين